موسيقى موسيقى صباح الهنة وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاقل وصباح خاص نزن بالله كل سنة همتوا طيبين وبالف خير وسحة وسعادة يا رب شغالين في حلويات مولد النبي مبارح عملنا الملبن من الالف للياء وقطعناه قضام حضراتكو واللي احنا عملناه على الهوى حطيته في التلاجة سواء الرول او اللي هو اللي احنا حطينه في الاوليب دي هنقطعه دلوقتي ونشوف شكله ده اللي احنا عملناه على الهوى بالمقادير اللي احنا نزلناه على سن تشوفه الشكل علشان معاني ده معمول بنفس المقادير بس انا عارفة برضو اصحاب القلوب الضعيفة واصحاب اليمان الضعيف هيطلع يقولوا ايه لا دي نسخ معمولة والمطبخ عملها لا النسخ دي نفس المقدار اللي معمول به النسخ دي هو هو نفس المقدار اللي استخدمته على الهوى الصبق مبارح وهنقطعه دلوقتي ونشوف شكله عامل ازاي طيب عملنا الرول انا عايزاهم والله اكيد مش هقولهم وخلاص عملنا الرولات وعملنا اللي هو المربع وهنقطع الاتنين دلوقتي على بلانشات خشب ولازم تكون سكينة حمية وتدهن زيت بمندير بسيط كده حبت زيت وليلين خالص علشان يقطعهن بكل السهولة طيب ده الملبن اللي احنا عملناه مبارح النهاردة هتعمل ايه يا نونة حلويات المولد هنقول حالا وهنتكلم كتير في حاجات كتير وهنتكلم على تكات كتير ولازم تاخدوا بالكم منها انا بصيت مبارح بننسات الخشب عشان اقطع عليها كينو بصيت مبارح على الحلويات المولد وبصيت على الاسعار كده يعني ربنا ما يوريكم بجد والله العظيم جحود غريب في الاسعار بتاعت حلوة المولد جحود غريب ان يكون ابا او ام عندهم مثلا تلات اربع اطفال ولازم ان هما لازم 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 هيجيبوا لهم حلوة المولد فان هو فان هما يعني اقل حاجة يجيبوها ومش هيجيبوا علبة حلوة المولد كمان اللي هي الكاملة المشكلة يعني اقل حاجة هيجيبوها هنقول مسلا هنجيب الحاجات اللي بتتاكل علشان يجيبوا الحاجات اللي بتتاكل مش هقل من تلتمية خمسمائة جنيه الحاجات بس اللي هما بيأكلوها مش هنقول ان هما هيجيبوا كل انواع حلوة المولد تمام طب وليه ليه ليه نعمل كده ليه بتعمله في ولادنا كده يعني الواحد علشان علشان ان هو يجيب لولاده حلوة المولد يضيع تلات تربع المرتب بتاعه علشان علبة حلوة المولد فلا طبعا طبعا دي حاجة ما تردناش علشان كده قلنا ان احنا هنعمله من الالف لليا عملنا نبارح الملبن سواء اللي هو بالسوداني او اي مقصرات انت عايزيها عملنا الابيض عملنا الاحمر زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده وتلع معانا زي الفرن تعالوا دلوقت نقطع اللي احنا عملناه عايزة تقلبيه في نشا زي ما احنا ما عاملين كده وعايزة تحطي حب تسكر بوضر ما فاش اي مشكلة بسم الله نقطع كده الشكل ده بسم الله سكينة مدهونة زيت ونعمل كده شايفين الكطع بقى او الحجم اللي انت عايزاي الحجم اللي انت عايزاي شايفين والمنديل مدهون زيت ونبدأ ان احنا نمسح كده ما كانت تقطيع لف كده ده اللي احنا عملناه بارح وعطينا فيه عين جمال بالشكل ده كده قطعناه كله وتعالى بقى كده يا حمدي صباح الفلة عليك انا قد قد مستعجلة ودخلة في الحلقة عشان عندي شغل فيها كتير علشان كده ما صبحتش حقك علي حقك علي بصوا كده شايفين شايفين عايز تحطي في التلاجة شوية شايفين بصوا بصوا ده اللي احنا عملناه اللي هو بحشوة عين الجمل بالشكل ده كده منور يا حمدي والله بتعمل فرق في اليوم بالشكل ده كده عملناه بطريقة سهلة جدا وبسيطة وفي منتهى الجمال عايزة بقى تغلي فيه بكيس تلاجة يعني ده اللي انتو شايفينه اللي احنا عملناه بارح علشان احطه في التلاجة رحت مغلفه برضه بكيس يعني رصيته وروحت احطه على الوش كيس كده علشان ايه يفضل متماسك ما يبدأش ان هو يطلع مظبوط زي ما انتو شايفين كده المنظر معنا عملنا الجوز الهند وعملنا اللي بالنشا والسكر وفي منتهى الجمال حبيت ان انا اطلعه كده النهاردة قدامكم اه تشوفوا شكل المال بنعمل ازاي اللي اتعمل معنا بالشكل ده بسم الله طالعه معنا بكل سهوله والمقدار بتاع السكر مظبوط وزي الفرق مغلبة نفس اللي منا ممكن احط من فوق كده ونصبح على مين يا رغضة ونصبح على مريم والله صباح الهنة صباح النور يا نونة صباح الجمال على عيون حضرتك عاملة ايه الله يخليك كل سنو انت طيبة وحضرتك بصحة وسعادة يا رب تسلميلي الله يخليك والله بارح ملحقتش حلقة الملبن وانا بحب الملبن وانا بتعدهولي كده عيني 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 نستأذن حمدي ينزل لنا المقادير عيني والشرح شوية بس حاضر 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 ساعة تاني عيني الاتنين عيني الاتنين يا حيبتنورتين المقادير يا رغضة تاني ونستأذن حمدي نزلها لنا قبل ما نشوف حلقتنا النهاردة فيها ايه علشان يبقى دي مقادير مبارح نزلنا تاني اه خمسة وتمانين اه ليه مهي موجودة بفيل سوداني وممكن لو عايزها ببندق زي ما انت عايزي ده ايه بصوا عايز اقول لكم على حاجة اه ده ده خلوا رطوبة التكسيرة دي بتاعة النشا والسكر البودرة اللي موجودين على الوش ده خلوا يعني ايه ده خلوا رطوبة يعني بصوا انا عايزة بس اوريكم حاجة يعني طلو مية رطوبة يعني تكسير يطلو مية بصوا ده كده ده النشا او السكر اللي ميسك على الوش فعشان كده واحنا بنغلف نغلف كويس قوي علشان ما يتلوس اي مية ولا اي حاجة عشان يطلع معنا القوام بتاعه مظبوط بسم الله نيجي بقى دلوقتي اللي احنا عملناه بس رو عايز يمسك شوية بس رفاش اي مشكلة هعمل كده واروح مقلبينه بحبة من النشا او من السكر البودرة فاش اي مشكلة سيكي نفين اشي تهام بس يحمدي ده كده اللي هو الرول تعالوا نشوف الرول التاني شكله ايه عشان ما نعملش اللي هو الحبل ونرجع ان احنا نعلقه على حاجة او نبدأ ان احنا نقول هيتقطع ازاي او يتعمل ازاي وده بكى والكلام ده كله لأ عملناه في فويل والفويل جوه تيس تلاجة وهتبدأ اتقطعوه عايزي جدا بسم الله هنتو قطع حطينوه في تلاجة مفصولة حبيت ان انا قبل ما ابدأ في اي حاجة تانية ان انا اشوف اللي احنا عملنام بارك بسم الله بصوا ده خلوا بقى بالكم بص يا حمدي معايا شايفين ده فلازم الرول يتغلف نشا كويس علشان ما يبقاش في حاجة طرية بالشكل ده كده بالشكل ده تتغلف نشا كويس هتلاقوا ان ما فيش ولا حاجة لازق ولا اي حاجة خلص اهي نس هو كده دي قطاع دي مش هقطع عمطور عشان تطلع مزوط عايزي يمسك شوية على فكرة طبعا النسها اللي كنا عاملينها فكنا عاملينها قبلها بيوم فكانت مسكت براحتها قوي عايزي يمسك شوية عايزي يمسك شوية عايزي المنزر بتاعه بمعمول سوداني او اي مكسرات انت عايزيين عايزي اقولوك على حاجة كمان حتة ان انتو وانتو هتحطينو على النار المقاديل بتاعت فهتنزل امتاها مقاديل الملبن علشان اقول الطريقة بتاعتو وعلشان نفس النظام في نفس الوقت اقولوكو لازم يقعد قدقية على النار علشان يوصل للقوامل اللي احنا عايزينه عشان لو اتعمل على طول واستعجلته عليه في التقليب او تعبته من التقليب واستعجلته روح تعملينه وسهديكم نتيجة مضمونة هننزل مقاديله امتا? يلا يلا ماشي تمام يلا يلا بينا هننزل مقاديل ايه? كبايتين من السكر بحط عليهم كباية ونص من المية ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون وجلي انا ناس جلي مش مش جلي مانجا جلي ايا كان هتعمليه احمر حط جلي فراولة الجلي ده بيبقى عبارة عن مادة ربط بنحطها بتدينا تطعيمة مختلفة عن ان هو يكون المال بنسادة كده ومحتوط له فانيليا محتوط له مية ورد انا بصراحة واحدة من الناس اللي ما بتحبش موضوع مية الورد ده عشان بتبقى زعق شوية طيب عملنا ده كده واطوناه على النار بيبدأ يغلي وهو بيغلي بنحطله رشة الملح اللمون قولت منح اللمون وهو بيغلي بنحطله ربع معلقة صغيرة من لامنه منيجي لمرحلة التانية للمرحلة التانية المرحلة التانية عندي كباية نيشة وكباية مية وكباية سكر بدوب كباية النيشة مع كباية المية وبروح نزل بها على الخليط organisation وافضل اقلب 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 الخليط هيبدأ يتقل معي ما ينفعش ان انا اسيبه وارو هعمل اي حاجة وما ينفعش ان انا ازهق من التقليب لان هو بياخد وقت بياخد وقت عشان يوصل للقوام اللي احنا عايزين ونبدل نقلب 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 شوية حلوين كده لحد قوام بتاعنا ما يبدأ ان هو يتقل ويبدأ يسيب الاطراف بتاعة البولا اللي احنا بنعمل فيها ولازم يكون معمول فوق او طاصة ما بتلزقش ارجع بعد كده كوباية السكر اللي عندي انزل بيها على مرتين مع التقليب يعني انزل من نصها الاول وافضل اقلب وارجع بعد سوية رح بنزل بالنص التاني وافضل برضو اقلب بعد ما افضل اقلب شوية حلوين كده ولان هو ليه مطة كده حلوة وقوام ماسك في بعضه ابدأ ان انا اروح حطى معلقة الزبدة وقلبه شوية على النار ويكون عندي بولا اسفى طبق او صاج او قالب مدهون زيت محطوط عليه ورق زبدة او محطوط عليه كيس تلاجة برضو مدهون زيت رشة سكر مع نشا رشة نشا لوحدها رشة جزهن وتبدأ تفضل خليط وتسويه على الوش كده مع نفس الرشة اللي رشتها من تحت بترشيها فوق وتقفلي الكيس كويس قوي وتحطيه في التلاجة يمسك براحته وبعد كده تاني يوم او بعدها بيوم ونص مثلا تبدأ ان تتقطعي زي ما شفنا كده تدهني سكينة زيت عشان يطلع معاك بطريقة سهلة جدا وبسطة دي طريقة الملبن نعملي بسجلي اللي احنا بنحطه في المقدار اعمليه بالطعم اللي رياحك فراولة مش مش منجأ نسا صفاء ايا كان النوع هايطلع بنفس اللاملبن بتاعه بنفس التطعيمة اللي احنا عاملينها طيب هانبدأ في ايه بقى دلوقتي يا رغدة نيجي النهاردة بقى انهي صرفت منك يا ربا بين 6 النهاردة كان بيقول لكم حاجات بس عشان حلقتي طويلة وزحمة وانا كل اللي عاملها ثلاث اصناف من الحالويات الملي بعونة بس عايزة ان انا ديكه كل معلومة عنها وكل حاجة تفصيلة علشان تطلع معايا مزبوطة طيب هنبدأ بإيه هنبدأ بالإشطة الإشطة دي اللي هي تبقى عبارة عن طريقة كده شوية ممكن النسخة أنا أحطف تلاجة دي أنا موجودة هنا في القناة من الساعة 7 الصبح علشان أعمل النسخ اللي أنتوا هتشوفها دلوقتي دي واشوف أي تفصيلة سواء هتخلف معي في حاجة سواء هتحتاج حاجة زيادة عن المقدار اللي أنا عاملاه علشان أعرف إن أنا أقولها لكم شيء طبيعي وشيء مهم جدا إن أنا أعمل النسخة بإيدي أو أعمل الحاجة بإيدي علشان لما يجي أتكلم معاكم أبقى عارفة أنا بقول إيه اللي هيقبلني لازم أنتوا تقابلوه أو اللي هيقبلني أنا لازم أصلهه علشان أنتوا ما أتقابلهوش فده اللي إحنا هنعمله دلوقتي لما عملت الإشطة تلعب الله وأكبر بسم الله وإن شاء الله زي الكتاب مقيل طيب إيه هي الإشطة؟ على فكرة الإشطة هي نفس مأدين المرشميلو بس الإشطة بتبقى قطرة شوية وسيلة سيكة القوام بتاعها سيلة سيكة عن ققوم المرشميلو وإحنا بنشتغل هقول لكم إيه اللي نعمله في الإشطة علشان نوصلها لمرشميلو طيب دلوقتي هعمل إيه؟ المأدير بتاعتنا هتنزل على من نسخة تجيلي علشان نشوفها نشتغل إزاي مقدار الإشطة بيتقسم برضو مرحلتين وهتنزل على الشاشة أه ما هنا كنت عطوم قدين رجعتهم تيني عشان أورهم بص أنا بحب أفصل المأدير على مراحل ليه؟ يعني المرحلة الأولى المكونات بتاعتها مع بعضها المرحلة الثانية المكونات بتاعتها مع بعضها عشان لما تصوروا المأدير وتيجوا تشتغلوا بيها تبقوا عارفين إن دي بعد دي يعني نونا قالت المكونات ذي كلها هتنزل مع بعض وبعد كده المكونات الثانية هتنزل مع بعض طيب مكوناتنا إيه في الإشطة؟ هنتقول المأدير وبعد كده أوريكم الحلويات اللي أنا عملتها الصبح طيب كبايتين سكر معاهم ربع كباية عسل كولوكوز وتلت كباية مياه دول بيتحطوا على النار يلا يا حمدي ادي كبايتين سكر معاهم تلت كباية مياه معاهم ربع كباية عسل كولوكوز ده كله على النار من غير تقليب مش شكلي بصوا انا ما بقلبش اهو ما مدتش معلقة بصوا كده دوبت كله اهو وروح تحطاها على النار يبدأ يغلي طيب هيغلي ويوصل لكوام معين نحن هنعرف سمك القوام ده ازاي هنعرف وهورغو لكو وهوريكو تختبروه ازاي عشان اختبر القوام انا محتاجة كباية مياه تلج او مياه ساعة او متلجة علشان الناس اللي ما عندهاش ترمومتر الناس اللي ما عندهاش ترمومتر في ناس كتير ما عندهاش الموضوع دوت فهوريكو هنختبروه ازاي ادي السكر على النار هيبدأ يغلي معانا طيب عندي ايه بقى تاني في المرحلة التانية يا حمد او المقدار التاني بصوا بقى خمس معالق جيلاتين بودر ومعاهم نص كباية مياه وعندي العجان طيب نون انا ما عنديش عجان ينفع عامل بمضرب كهرباء اه طيب ينفع عامل بخلاط لأ لأ انا بقولوكو عالي ينفع وعالي ما ينفعش ادي المياه ادي الجيلاتين هعمل كده نقلب بمعلقة ما فيش مشكلة وهسيبه في العجان ليه علشان الخليط اللي عندي ده هينزل على الخليط ده اهو دوبت الجيلاتين في المياه وهسيبه زي ما هو هيشرب المياه بتاعته وهيبقى قوام تقيل زي ما هو كده عملتوا ليه في العجانة على طول علشان انا مش هعمل في بولا علشان لازم ان انا اسغل عليه المضرب السلك عشر دقايق كاملين تعمليهم بقى بالمضرب الكهرباء تعمليهم بالعجان زي ما انت عايز المهم تثبطي على الساعة عشر دقايق كاملين طيب ونخلي بالنا الله يبارك لكو الله يبارك لكو الله يبارك لكو نخلي بالنا ده درجة حرارته بتبقى عالية قوي فاي سن الترتشع او اي سن حاجة تيجي على اديكو لقدر الله اللاسعة بتاعته بدمار فربنا يحفظكو يا رب علشان كده انا تعملت ان انا اعمله في الحلة بتاعت العجان علشان تبقى غويطة علشان ما ترتشع علينا طيب انه انا ما عنديش عجان وهشتغل بالمضرب الكهرباء اعمل ايه تشغلي على اول درجة وتبقي بعدها شوية كده وانتي بتصبي وبالراحة وعالهادي ولا حد بيجري وراكي متخليش اطفال شغالين معاك في المطبخ او موجودين في المطبخ وانتي بتشتغلي في حاجة زي كده علشان اللاسعة بتاعت دا يعني ربنا يحفظكو يا رب الجلاتين مع الميا سيبته في العجان اهو تمام الخليط اللي عندي على النار بيغلي لازم يوصل لدرجة حرارة معينة اعرف مني انه هو وصل لدرجة حرارة معينة عندي بولا فيها كباية مياسعة متلجة دي شايفين بتغلي ازاي نونة هي كده وصلت لدرجة الحرارة اللي انت عايزها هعمل كده بصوا انا كده اهو كله ده بمعي اهو تمام اروح واخده كده معلقة اهي وراح عاملة كده في الميا اللي بتالج اهي لما نزلت كده بروح عاملة كده عايزة كورة لينة مش لازق اهي شايفين اهي مش باينة اهي شايفين شايفين الكورة لينة ازاي لا 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 كده كويس قوي لا اللي بتنشف خالص ديت مش للاشطة دي للنوجة شايفين كورة لينة ما بتلزقش في ايدي وبتتلفة على طول اهي بتتلفة على ايدي اهي ولا ملزقة ولا طرية خالص في اللحظة دي اسبها كده واروح شايلة من عنار على طول وهبعد ايدي حاضر وربنا وربنا يصر بصوا بعد هعمل كده وعلى اول درجة بصوا على الهادي خالص ازاي والخالي اعمل هلك الزجد بصوا كده بسم الله من ناحية تق هم بسم الله على الهادي خالص لحد ما بتخلص الكمية كلها نفض الكمية كلها خالص كده ووريتكو اختبارنا حمدي استاذيناك نقط الموسيقى علشان يعني حبيبنا بيبقوا السامعين وبيشوشوا فضينا الكمية كلها على الجيلاتين بصوا بدرجة هادية كده خلاص احنا عطناها وما فيس ترتصة ولا حاجة ابدأ عالي سنة شايفين انا بعيد ازاي وانتو لو بتعملوا بمضرب كهرباء يبقى بردو بيدي عن ايديكو وتهدوا بالراحة خالص اهو مجرد ما عالي السرعة انا كده لسه في الهادي ما احسبش دلوقتي مجرد ما عالي السرعة على اعلى درجة امسك الساعة بتاعت ايدي عشر دقايق بالزبط ولا اقل دقيقة ولا ازياد دقيقة وهتشوفوا كوام هيبقى عامل ازاي كل ده ننسب شاحسي بالعصر داية دلوقتي بصوا شوية شوية شايفين البخار اللي بيتلى بسم الله الرحمن الرحيم مجرد ما عاليت على اعلى درجة كده ابدأ احسب العشر دقايق من اول دلوقتي نحسب عشر دقايق هسيبها شغالة وما تفسليش العجان ما يتفسلش لو فصلتي ورجعتي شغلتي تاني يبقى انت كده فصلت الشغل اللي بتعمليه هنسيبه شغال وهطلع فاصل مش همدي ايدي في اي حاجة هرجعلكو اكيد الفاصل مش هيبقى عشر دقايق فهرجعلكو هو صغال زي ما هو عشان تشوفوا وصل لايه ولما ري رجع هعرفكو ازاي تنزلوه بكل السهولة عشان يطلع معانا استثمال حلوة دي بص كده شايفين المنظر عامل ازاي لا حلوة قوي كده بص يا حمدي معي قبل ما اطلع الفاصل ممكن اه اجيب العجال هينفع بصوا بقى بقى شايفين اللون بقى يعمل ازاي اللون بيبدأ يفتح فين هنا هنا شايفين المنظر شايفين اللون اختلف ازاي هو ده اللي انا عايزايا هيفضل يشتغل كده لمدة عصر بايق كاملين ولما نرجع من الفاصل هنشوف القوام اللي احنا وصلنا له وهنشوف نفضيه ازاي عشان في الاخر تبقى القصة دي وانما نرجع كمان هقولكو درجة الحرارة تبقى كام او القوام بتاع السكر يبقى عامل ازاي عشان يتقلب لمرشاميلو كل ده بعد الفاصل خليكم استنيين شوية ورجعين مع نونة والبرادين والبرادين ورجعنا من الفاصل زي ما قلتلكو عشر دقايق كاملين علشان يوصل لقوام اللي احنا عايزينه فاضل اديها شباب فاضل ثلاث دقايق بالضبط علشان نوصل للعشر دقايق القوام اختلف تماما مش هقدر ان انا اوقف العجان وطلع السلاح هوريكم القوام لازم العشر دقايق كاملين تعالوا على ما يخلصوا الثلاث دقايق اللي فاضلين نقطع القصة اللي احنا عمنا انا قلت لتوجن البيركس المربع بتاع المالبن بصوا كده دي اللي احنا عملناه في الفاصل وانا بفوق الكيس كان عامل كده كان ملزوق فخلوا بالكم وانتو بتحطوا الكيس ادهنوا الجوانب زيت الارضية طالع معايا بكل سهولة بصوا شايفين بكل سهولة ليه نتلعب كل سهولة عشان انا حطها في الارضية بتاعت الكيس اه رشق من النشأ وحبت جوزهن وحطيت فروتة الفروتة دي ممكن نغيرها بمكسرات ممكن نحط لها سبيل ما فيهاش اي مشكلة نفس النظام واحنا بنقطع القشطة السمع نبل السكينة بزيت اه فروتة دي مش تواكي ده معايا حمدي ادي كده اهي السكينة ده هنها زيت فاضل وقتها الدقيق فاضل دقيقة طيب دقيقة لا دقيقة لا دقيقة مش اول ما تخلص عرفني. بصوا كده نبدأ نعطى لازم السكينة تبقى حمية. يا ريت يا شباب السكينة حمية عمزة. بص يا حمدي ترجمة نقطة خلصوا العشر دقائق الله على الهدوء خلصوا العشر دقائق نشوف شكل القوام اللي احنا مستنين بسم الله طيب احنا كده يا نونة احنا عايزين ان احنا نفضيها طيب اسهل طريقة علشان تفضيها بها هي اديك يعني ايه قدية ده كل ده هيلزق اوعي تمسكيها باديكي من غير ما تدهنيها زيت وتدهن زيت كويس قوي اوعي تمسكي القشطة تنزليها من السلاح من غير ما تدهني اديك زيت وتدهن كويس حب تزيت حلوين محترمين كده علشان تديكي النتيجة اللي انت عايزها طيب انا هالك ندي دلوقتي بصوا ما شاء الله بص يا حمدي شايفين حاجة زي الكتاب مقيل شفتوا المنظر عامل ازاي ومعمولة بتكاليف ما تسكرش بالنسبة للسعر اللي بتتبع بيها برا معمولة بتكاليف ما تسكرش بصوا كده في حتة كمان اعايز اقولها لكم قبل ما انساه احنا دلوقتي قطعنا القشط دي من ناحية دي طرية لكن دي ما بتلزقش في بعضها عشان متغلفة في جزء الهند فنيجي للجزء اللي احنا قطعناه وكان طريق اعمل كده اغلف في جزء الهند اهو دلوقتي بقى علي طبقة عمره ما يلزق في اي حتة تانية هتتحط جنبيه اهي بالشكل ده كده حتة بقى القوام ديت او حتة الحجم اللي انتو تقطعوا بيه سواء المكعب كبير سواء المكعب صغير زي ما انتو عايزين ما شاء الله الله اكبر عليها طيب هسيبها اقطعها لما نخلص بصوا بقى كده قالب اهو كيس تلاجة مفتوح بالشكل ده كده ودهن الاطراف او الجوانب بتاعت الكيس بدهنة زيت بسيطة قوي قوي ما تسكرش الارضية هيطلع بكل سهولة لكن الجوانب هو اللي ممكن تمسك فيها سنة بسيطة علشان مفهاش ولا نيشة ولا جزء هند اهي كده مش هدهن الارضية انا عايزة الجوانب بس بالشكل ده واجه في الارضية وقادي حابة جوز الهند الحلوين بالشكل ده كده واروح حطة معاهم كمان لو انت عايزة بتحطي بقى الليال فروتة دي الفواكه المجففة دي الليال بتبقى مش مشوتين وقراسيا دي فواكه مجففة لكن دي اسمها فروتة بتتجاب من عند الحلوين اروح حطة في الارضية كده صرفين بقى ومكلفين وحلوة المولد زي ما بنجيبها من برا نروح حطين حابة بندق عايزة توفري ومش عايزة بندق حط زدين حط زبيب ايا كان اللي موجود عندك كده انا جهست المكان اللي انا هبدأ او القالب اللي هحط فيه طيب اجي بقى دلوقتي هفضيها من العجيب بصوا بقى كده بصوا شايفين هو اصلا القوام بتاع القشطة بيبقى مش خفيف قوي بس اخفى من المارشميل اعمل كده بصوا المنظر شايفين القوام بصوا بقى بدهن ايدي زيت كويس اهي وهدهن ايدي التانية كده اهي دهنت زيت كويس قوي وبطن ايدي وصابع مش عايزة عشان انا عشان القالب بصوا كده بصوا بقى كده بصوا لما ايدي بتدهن زيت لكن لو ما ده هنتيش ايديك زيت يا نهار قبدا انت هجيبك جران يشده معاك بصوا ربنا نولك كل اللي في بالك يا حمدي يا رب شايفين شايفين ربنا ايدي وشايفين دهنة الزيت عملت ايه نزلت للقشطة بكل سهولة اهي بالشكل ده كده شايفين القوام بتاعها عامل ازاي طيب نونا انت قلت ان دوت نفس مقدار المارشميلو بس المارشميلو السكر بتاعه اللي بيبقى على النار درجة حرارته مختلف طيب شفتوا لما عملنا السكر على النار نفس المقدار ده وعملنا كرة لينة المارشميلو بيقعد على النار زيادة علشان يديني كرة صلبة يعني ايه كرة صلبة يعني ان انت تيجي تحط الكرة بعد كده تعمليها كرة كده شوية وتبططيها وتسيبيها ثانية تلاتة تيجي تكسريها تتكسل وتعمل صوت ده كده المارشميلو هو هو نفس المقدار بصوا ايدي مدهونة زيت علشان يطلع معي الخليط كله بكل سهولة انتم مش شايفيني صح بص كده شايفين المنظر بسم الله ماشاء الله دهنة الزيت دي مهمة جدا 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 فوق ما تتخيلوا اهي لم ولادك يا اسماعيل بقى بصوا بقى ادي القلب اللي احنا حطينا فيه جز الهند بالبندق ودهن ايدي دهنة زيت تاني عشان هي اللي هتمشيلي الوش يبقى متسام وخلوا بالكم ان الشغل بسرعة يديني النتيجة اللي انا عايزها لو اعدت شوية هتدى ان انت تنشف معاك ومش هتديك النتيجة المطلوبة طبعا اللي انا عملا ده ممكن يتعمل في قلب اوسع هيديك مساحة اكبر اه عناية الاتنين حاضر ثانية كده انا خلصت القشط بتاعتي بقوامه تمام زي الفل كل اللي انا محتاجة دلوقتي حبت البندق على الوش قبل جوه قبل الجوز الهند وتضغطي ضغطة كده علشان ما يطلعش منها اهو بالشكل ده كده وتضغطي كده وبعد كده تحطي جوز الهند بقى عندنا القشطة معمولة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وفي منتهى الجميل الله اكبر عليها عايزة تحطي فرطة ماشي عايزة تحطي بندق ماشي خدت وقت ما خدتش وقت اهم حاجة التكنيج بتاع الشغل اهم حاجة التكات اللي تاخدي بالك منها والتسوية اهم حاجة ان انت تشتغل بسرعة اهم بقى من اي حاجة في الدنيا ان انت تعملي حاجة تفرحي بها ولادك وما يكونوش معاك في المطبخ وانت يشغله علشان ما يتقذوش من اي حاجة نطلع فاصل هقطع القشطة عشان نحطها مع بعض وهسيب دي التجمة في التلاجة وقبل نهاية الحلقة هقطعها لكم ورها لكم شكلها عامل ازاي عامل ازاي خليكم استنيين شوية وراجعين نرجع نعمل ايه نرجع نعمل النوجة بتلات مكونات اسهل منها مفيش ولا محتاجة بياض بيد ولا محتاجة مضرب كهربا ولا اي حاجة خاصة هعمل حاجة واحدة بس هحط مقدار السكر بتاعها او العسل بتاعها على النار علشان لازم يقعد على النار تلت ساعة تلت ساعة ولا اقل ديئة ولا زيادة ديئة نوتا كده واكتبوا فيها الملاحظات اللي انا بقولها دي هنحطوا على النار علما ترجعوا لي ونرجع نشوف اسهل نوجة في الدنيا بتتعمل ازاي خليكم استنيين وراجعين على تطل اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل بعد ما عملنا القشطة بتاعتنا وقطعناها بالشكل ده كده اللي احنا عملناها مع بعضها الهوى حطناها في التلاجة لازم تتحط في التلاجة وبعد ما اتطلعها من التلاجة تتهوى خلوا بالكم اللي انا بقوله ده عشان تطلع معاكم مظبوطة زي اللي بره بالزبط بعد ما اتطلعيها من التلاجة وقطعناها بالشكل ده سيبها بقى تتهوى شوية كده في الهوى يعني ساعتين تلاتة كده وبدأي بقى مثلا غطيها بكيس حطيها مثلا في كياس تلاجة كد حتة صغيرة وعمليها بسولوتيب علشان تبقى محفوظة زي ما انت عايزة عايزة تحطيها في علبة فيها كالتلاجة وترشيها وتحطيها على بعضها وبين كل طبقة وطبقة رشة بسيطة كده من النشا او من جوز الهند هتطلع معاك زي الفون وفونتها الجميل كده هعملناها بكل بساطة واللي في التلاجة هنطلعها في اخر الحلقة طيب هنبدأ دلوقتي نعمل النوجة قلتلكوا قبل ما اطلع الفاصل ان فيه خالد هحطه على النار علشان اللي هو العيدة بتاع السكر بتاعها طيب معروف ان النوجة كلها بتتعمل ببيض بيض ويتدرب بيض البيض ويبدأ ان هو السكر يتعمل وبعد كده يبدأوا يخطوا الاثنين على بعد زي ما عملنا القشطة طيب طبما تيجوا السنة دي ناكل نوجة من نوع مختلف ناكل نوجة لونها مش ابيض ناكل نوجة بتلات مكونات ايه ده تلات مكونات بس او العسل ومحتاجة حليب بودر وزبدة ايه اللي انت بتقولي ده هي دي هتبقى نوجة كما تيجوا نجرب كده ونشوف وتحكموا على الحاجة بعد ما نعملها وتحكموا على الحاجة بعد انتم ما تجربوها ان شاء الله حتى مقدار صغيت ويدقوها ويشوفوه طعمها يبقى عامل ازاي طيب على ما يغلي على النار اللي انا عملاه تنزل المقادير بتاعتنا وهبدأ قطع لكم اللي انا عملاها الصبح وهطها في القلب الحلو بتاعتنا دي هو في نوجة صفرة طب ما نجرب ما يصفرة عشان حليب البودر بس تطعمتها والقوام بتاعتها في منتهى الجمال تعال نشوف المقادير بتاعتنا يا حمدي ايه مقادرنا بتقول المرحلة الاولى المرحلة الاولى دي مش معنى ان هي مرحلة تتعمل وتحطى عليها التانية لأ المرحلة الاولى دي يعني ان هي المقادير دي كلها مع بعضها المرحلة التانية يعني المقادير التانية دي كلها مع بعضها طيب المرحلة الاولى مقادرها ايه حطها هنا على النار زي ما انتم شايفين كده العسل بيغلي علشان يعيد معانا ويديني القوام اللي انا عايزاه كوباية من السكر طب ما هو الناس كده هتتلغبط أنا قلت يتقعدت زائد الناس اللي ما تتفرج على الحق لا إله إلا الله طب بصوا حبايبي معي أنا حتى كباية سكر ومعلقتين كبار سكر عشان ما حدش يتلغبط بس بالله عليكم هو ما ينفعش إن أنا أكتب على الـ CG زائد معلقتين سكر فالتنين دون مع بعض كباية سكر ومعلقتين كبار سكر يعني من إداري كباية ومعلقتين كبار كباية ومعلقتين كبار وعليهم إيه تلتين كباية مية كباية سكر وعليهم معلقتين كبار من السكر وعليهم تلتين كباية مية وربع معلقة صغيرة ملح لامون بصوا لون العقد بتاع السكر لونه بعمل إزاي أجيب كده سبتشولة أو معلقة عندي مية متلجة أراح وأخذ كده وعند المية المتلجة وأعمل كده بسم الله وأبدأ إن أنا أختبر لزق في إيدي؟ لا مش لزق متكورة بكل سهولة طيب هعمل إيه بقى دلوقتي كده هروح جايبه المرحلة التانية يعني إيه مرحلة تانية؟ يعني المقادير التانية مع بعضها قادي نص كباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ واروح نزل عليها بالعسل ده بسم الله بالشكل ده كده تدوب الزبدة خالص وخلوا بالكو على تندرجة حرارة السكر دي عالية قوي تدوب خالص كده واروح جايبه الحليب البودر كبايتين نضغب الزبدة خالص واروح نزل بكبايتين الحليب البودر ويفضل يفضل إن الحليب البودر يكون منخول عشان ما يبقاش في تكتلات زي دي كده وخلوا بالكم إن السكر بيبقى سخن كده تمام درجة حرارته أقدر إن أنا أمسيكوا بإيدي عادي شايفين؟ ألم كل المكونات معاي وأنا بلم كده أروح حطة حبة من المكسرات ألم كله كده مع بعض واروح دهنة إيدي دهنة زيت عشان بقى إيه؟ ألم الكوان في إيدي أنا يعتبر خلصت حاضر أجيب أي قالب عندي واروح دهنة دهنة زيت بسيط طبعا أنا عشان عندي أصلا القلب متحرك فبالنسبة لي عادي طيب إيه اللي أنا أقدر أعمله يا نونة؟ ممكن إن أنت تجيبي كيس تلاجة وتروحي دهنة زيت أنا عايز أجمع كل اللي في الأرض هي دمعي طبعا بيدخلت كله مع بعض شايفين الخليط بقى متماسك إزاي؟ بالشكل ده واروح جايبة القلب مدهون طبعا زيت وأعمل كده طيب من هنا ما عنديش القلب ده أعمل إيه؟ كيس تلاجة وتفرديه وتحط عليه الخليط وعليك استلاجة تاني من فوق وتمشي النشابة عليهم لحد ما يوصل لقوام متوسط أو اللي هو السمك اللي انت عايزاه سواء بقى عايزة السمك عالي سمك متوسط السمك رفيع زي ما انت عايز وزي ما انت ما بتحبيه بس أنا شايفة أن السمك ده كده مظبوط وزي الفرق أعمل بساوي كده خالص شايفين؟ كده كده القوام كله أو الخليط كله بقى معايا متسيولة بتبدأ تحطيه في التلاجة يهدى شوية وبعد كده تطلعي وتقطعي تعال وطلع فاصل أخسي الإيدية ونرجع من الفاصل سواء عايزة عشان يبقى كله سوا واحد ونرجع من الفاصل نقطع النوجة بتاعتنا اللي عملناها ونشوف شكلها بالمكسرات الحلوة دي من جوة ونشوف نتيجتها في الآخر هتبقى عاملة زي شوية صغيرين وراجعين او اترافق اي حتا مستقبل اشتركوا في القناة ورجعنا من الفاصل عملنا الموجة عملنا النوجة وحطناها في القالب وعملنا القشطة وطلعناها من الكيس بتاعها هي واللي احنا عملناها النهاردة هنقطعها بكرة هنقطعها بكرة كل اللي انتوا شايفينه ده هيبقى لسه معنا بكرة مع النوجة حتى اللي احنا عملناها دلوقت مع بعض وشفتوها قدامكم برضو هنقطعها بكرة عشان عندنا بكرة ان شاء الله لسه ثلاث اصناف من حلويات المولد طيب تعالوا بقى كده بسم الله عشان بس ما حدش يقولي هي حجر ولا بصوا شايفين عشان ما حدش يقولي هي نشفة ومحجرة ولا بصوا بسم الله بسم الله ما شاء الله نصيحة دي شايفين المكسرات اللي دخل فيها عملاة ازاي نشاء الله عليه. يلا بقى نقطع نكمل تعطيه. اه انا عارفة ان انت معطالة عارفة ان انا انا اجماعنا باعتزل لكل الناس اللي اتصلت النهاردة بس انا ما بكون بركزة في وصفة فاحققوا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مين? ونصبح على سمايا نقول له صباح الهنة. صباح نونة في نونة انا بحبك قوي. حبيبتي ما نحرمش منك يا قلبي تسلميلي. تسلميلي وما نحرمش منك ابدا يا رب. اخبرك يا ايجي في نونة. انا بخير يا حبيبتي تقول ما انت بخير الله يسير قلبي. تسلميليك على كل حد تعمليها. تسلميلي يا سمية ما نحرمش منك ابدا. انا قد عايزة اتسأل حضرتك على المسك حابة تشل كنت بتقول عليها تفتيح مرتين بيفتح مرتين. بيفتح درقتين في في ساعتها. اه. عناية لاتنين هقولهولك حاضر. عين. حبيبتي ما نحرمش منك نورتيني. اللي بيحب اللي هي البيضة اللي هي برا اللي بتبقى عاملة زي الحجر دي. الاوداء اللي عاملينها النهار ده دي هيغير رأيه خالص سنة. خالص. فاجربوها. مكسوا كده. دي مصروفة عليهم متكلفة. بالشكل ده. حاجة كده منتهى الجمل واللي احنا عملناها النهار ده مع بعض هنقطعها معانا بكرة. يبقى عاملنا ايه النهار ده يا حمزة? وقشته. متى يالي شفتوها? وانا بقى اطحها وما اطوعها قوان بتاعها. ولا انه هو ناشف محجر ولا انه هو طري وسايل في ادينه. يبقى احنا النهار ده عملنا النوجة بمكونات بسيطة جدا. وعملنا القشطة زي ما حضركم شايفينها كده. واللي اتعمل النهار ده ما قطعناهوش بنسيبه في التلاجة علشان يتقطع بكرة. عملنا الملبن قشطة نوجة. بكرة عندنا ايه? هنعمل الاساس بتاعنا يعني هقول لكم صنف والصنفين التانين هخليهم لكم مفاجئة. بس بعيدا عن الفول والحمص والسودين. علشان اخواتي الشفات هنا وحبيبي عاملينه فانا مش هعمل. طيب هنعمل ايه بكرة؟ هنعمل الفخفخينة. ايه يا نونة الفخفخينة دي الفخفخينة جاي اللي هي بيبقى عبارة عن امردين وفيها من جوز هند وبيبقى فيها مكسرات. ممكن ما تحطيش مكسرات وممكن تعمليها سيدة. هنشوفها بكرة باسهل طريقة وبتلات مكونات. امردين؟ معروف اللي احنا مش هنعمله هنجيبه جايز. جوز الهند المفروض ان هو بتحط عليه حاجة علشان تمسكه علشان تديله تطعيمه. الطبيعي والناس بتعمله كله بتحط مكونين. طب السنة بكرة هحط مكون واحد. والمكون الواحد ده احنا بنستخدمه في كل الحلوية. وهنعمله بكرة على الهواء وهتشوفوا القوان بتاعه لان برا العلبة بتاعته بتتباع بكتير قوي. فهنعمل بكرة الفخفخينة وخلو الصنفين التانيين مفاجئة. دي كان حلقتنا النهاردة. كنت مبسوطة جدا 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 بيها معاكم. عملنا فيها القشطة وعملنا فيها النوجة. وده كانوا صنفين كمان من حلويات المولد. بكرة ان شاء الله بإذن الله عندنا تلات اصناف يديني ويديكم العمر. بجدد بقى مبسوطة جدا لما بتشوفوا حاجة. انا بعملها وبشوفكم منتاتكم حلوة جدا. وبشوف كمان تطبيقاتكم اللي بتفتح النفس. ربنا يا رب يدمكم في حياتي وربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. اسفكم بقى بخير واشوفكم على خير بكرة بيتجدد لقاءنا. عشر الصبح مع نونا في البلد يوكل على اقوى قناة طبخة مصر. اشوفكم بكرة ان شاء الله وقولكم السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة